العطار العجوز ابن العطار قال لي حت اللي باني المر على العصفر فكرة بمليون جنيه لو يعملوها الصباية تصبح الصباية أمر 14 ولو يعملها العجوز يصبح شاب ولو يعملها الشاب يصبح مليونير والله العظيم زي ما بقول لكم كده الفكرة بتاعت النهاردة جديدة عايزها توصل لكل الناس شاركوها على قد ما تقدروا لأن بجد بجد هتعمل ضجة كبيرة قوي صلوا بقى على الرسول الله اللي أول مرة يشوفني أنا مامة سولة إسراء فاتح سكتشن ودي قناة على يوتيوب في البداية اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله ويلا بينا سريعا نشوف العطار قال لي إيه بالزر قال لي العطار بنجيب القسارولة أو الحلة وبنشتري من عند العطار العصفر وده عند كل العطارين بيتباع ومش غالي سعره رخيص اللي وصل لحد هنا لايك وكومنت حلو واكتبوا اللي بيتشوفوني أو بيتتابعوني من أي بلد بعد كده بنجيب المكون السحري المكون اللي أنا هضيفه دلوقتي فوق العصفر مكون رهيب إياما اتكلمت عنه هنا في القناة وبجد بجد حيفرق جداً معنا والأول مرة فعلاً على السوشال ميديا هتلاقوا الوصفة ديك وفكرة العصفر واللبان المر بجد بجد حتدعولي عليه هنبدأ بقى نجيب اللي بان المر واللبان المر ليه أسامي كتير قوي زي اللي بان الزقر أو حصر لبان الزقر اكتبوا لي هو اسمه إيه في البلد أو في الدولة اللي انتو بتشوفوني منها اللي بان دا ياما اتكلمت عنه وقلت إن هو لا يقدر بيه الثمن وإن إحنا لو استعملناه مش هنتطر نستخدم أي حاجة تانية خالص فكرة النهاردة لكل الناس وبجد بجد رهيبة جدا جدا هتشتريه من عند إيه العطار هتقولي له عايزة البان مر وبرضه هو مش غالي السعر معقول جدا ولكن ليه مفعول السحر بجد خاطير هناخد حاجة بسيطة كده حوالي معلقة كبيرة وهو هحط اللي بان فوق العصفر لوصل لحد هنا لايك وكومنت حلو اكتبوا لي بتشوفوني منين شاركوا الفيديو على قد ما تقدرهم عايزة بيكم أوصل للمليون مشترك كده احنا خلطنا اللي بان المر مع العصفر بصو بقى نعايزة أقول لكم إن كل اللي حيشوف الفيديو ده بجد حيدخل عندي تاني وتالت وهتدعوه لي هناخد بقى نركز أوف الكمية كباية ونص فقط من المياه استخدمنا كباية علشان هعمل إيه يعني نقدر نقول كمية كباية استخدمت نص كباية علشان تتبخر لإن هسيبها على النار نص ساعة بالزبط هقلب بقى كل ده في المياه وهاخد القسرولة وحسيبها تغلي على النار لمدة نص ساعة بالزبط هقولك إزاي وليه هنفضر نغليها كده كويس علشان نمت كل فوائد اللي في اللبان المر بصو كده خلاص أنا قفلت النار لحد بقى ما تلاقي اللبان بقى دايب كده يعني إيه يعني تلاقي اللبان الزقر ده بقى دايب تعرفي على طول إنه هو خلاص كده تمام وهوريكي إثبات على كلامي تمام بصو هنا شكل اللبان عامل إزاي دايب مجرد ما حطي إيدي عليه بيتهرى يا مش الفكرة إنه إحنا ناخد اللبانه بس لا يا الفكرة إنه إحنا ناخد الفوائد اللي في اللبان الزقر فهو كل الفوائد نزلت في المياه لو ما كنتش حطى العصفر كنت هتلاقي المياه بلون الحليب تمام بعد كده بنجيب ربع كباية فقط من المياه وهنحط عليها بصو كمية ربع كباية فقط لا غير هحط عليها معلقتين من النشا وهدوب بقى كويس قوي النشا مع المياه بالشكل ده صلوا على رسول الله اكتبوا لي بتشوفوني منين شاركوا الفيديو على قد ما تقدرهم بجد بجد لو لكي حد غالي عليكي فشارك الفيديو ده معاه لإن الفيديو ده زي ما قلت لك هيعمل ضجة بإذن الله وبجد الفيديو الفكرة رهيبة جدا جدا وجديدة وزي ما قلت لكو كل وصفات جديدة وحصرية ودايما بحب أقدم لكم وصفات جديدة فتابعوني لقين اللي حتشوفوه عندي هتشوفوه بعد كتير جدا لكن قبلي مستحيل كده أنا خدت بعد ما صفينا اللي بانستذكر مع العصفر خدت المياه دي وانضيف ليها بقى اول مكون اللي هو المياه اللي دودناها مع النشا مكون السحر رقم اثنين وده الطحينة هنجيب معلقة صغيرة من الطحينة انا كنت حطها في التلاجة فكت جمدة شوية تمام؟ يبقى هنضيف رب معلقة صغيرة من الطحينة لو ما عنديكيش مش لازم ولكن هي بتدي نتيجة رهيبة هدوب بقى كده او هقلبهم سوى اول ما نرفحهم على النار الطحينة هتدوب أصلا هاخد بقى خليط ده على النار وركز أوف اللي جاي النار لازم تكون مش عليها يعني تكون منخفضة تماما يعني تقليل النار تماما وتسيبيها على النار 30 ثانية فقط لا غير يعني نص دقيقة مع التقليب المستمر علشان تدينا القوام ده الشاب اللي عايز يبقى مليونير اعمل لك حلة كبيرة من الكلام ده بالنسبة للبنات اللي عايزة تبقى أمر اعمل الكمية دي العجوز اللي عايز يرجع شباب اعمل نفس الكمية دي اما بالنسبة للشاب اللي ما عنده شغل او عنده شغل وعايز يبقى مليونير فاعمل لك يا عام محلتين ثلاثة وهتدعيه لي طب هنعمل بيهم ايه يا اسراء ده اللي هقولكو عليه دلوقت المفروض ان احنا بنسيبهم يبردوا تماما ولكن علشان وقت الفيديو فعلى طول انا هشتغل معاكم وبنبدأ نجيب علبة ونضيف كده كل القليب بتاعنا طيب لو انت يا شاب وعايز تبقى مليونير هتنزل اي محل مستلزمات طوبية تمام وهتشتري منه علب صغيرة زي علب الكريم كده عبوبات صغيرة وهتبدأ بعد ما ده يبرد تضيف في كل علبة عبوة مش كتيل ان ده بيبقى بره غالي جدا على فكرة عبوة صغيرة جدا وهتحط على وش العبوة او هتخلط معا الكريم كده ده لو انت هتشتغل بيه وتبيعه هتخلط معا معاقى من زيت اللبان الزقر كمادة حفظة تمام طب ده ايه وبنستخدمه لايه والله العظيم ده بيتباع بره غالي جدا ده لو لقته لان علشان تلاقيوا كريم بالمواصفات دي فانتوا هتستوردوا زي ما قلتلكوا انا فعلا كل وصفات جديدة هتلاقوا حاجات عندي اصلا ما بتتباعش بره فبجد رهيبة تعالى ما اقولك هيخليكي امر ساي كل يوم كده هتخدي العلبة دي طريقة الحفظ بتحفظيها جوة التلاجة بتاخدي من او بره التلاجة عادي جدا على فكرة مدة الحفظ لحد ما تخلص بتدهيني بها وشك رقابتك ركزوا بقى معايا الشباب والبنات والكبار السن وكل الفئات بيندهم بيها الوش بالرقابة تمام وتشربيها الوش كده ورقابتك بالنسبة للبنات امنة لكل المناطق في الجسم بالمناطق الحساسة طيب دي بنعمل بيها ايه بنفردها كده على وشنا زي الكريم بالزبط وتقدر تسيبيها وتقدر تخسليها من اما تحب تخسليها لكن لو سبتيها عادي جدا تمام؟ هي مش هتنشف لان احنا خلاص عملناها زي الكريم انت بتستخدمها ككريم موضوع كده على وشك واي منطقة بس تبقى ست قصما بالله لو عندك مئة سنة قولي ودع للتجعيد الحل السحر اللي كانت بتستخدمه ستي الله يرحمها وكانت تبان لو عندها مئة سنة كأن هي عندها عشرين سنة هو اللي بان ازدقر هتعمل الكريم ده العصفر اصلا خطير مع اللي بان ازدقر خطير بصو بقى تفتيح رهيب ده بقى بيحفز من انتاج الهالورونيك اسد في البشرة الهالورونيك اسد ده مسؤول عن انتاج الكولاجين تمام فهتلاقي بشرتك ممتلئة فكل ما البشرة تمتلئ مش هتلاقي فيه تجعيد نهائيا بيفتح لون البشرة بيقضي على البقى الداكنة واثار الندبات واثار الحبوب يقولي ودع للهالات السوداء واثار النمش وقولي كمان ودع للكلا استخدميه بشكل يومي والكل هيسألك عن جمال بشرتك وزاي صغرتي عشرين سنة ترجمة نانسي قنقر